السلام عليكم كديري لاباس معكم سومية منشطة مع جمعيات كان ياما كان اليوم هنقرأ لكم واحد الحكاية غديم ذاو كان ياما كان وبالضبط في وقت دي لدخول مدرسين من بعد ما رجعوا تنامية الحكاية منهم ومدرستهم بقوا وقفين قد تام الباب المدرسة وقلوبهم فرحانة بثاف حيث غايتلاقوا بالأصدقاء دي لهم والمعلمين وها هو باب المدرسة تحل وبدأوا الدراري كي يجريوا وكيدخلوا وصلوا للساحة وبقوا كيتسنوا بالمعلمين دي لهم والقاعات دي لهم دق الجرس ودخلوا تلم بالأقزمهم ماهر لاحظ الغياب دي لصديق دي لهم عاطف وهو يقول مع رأسهم ماهر ما العاطف ماشاش يكما مريض ولا يكما بدل مدرسته ومن اللي سهل النهار مشى ماهر لبيت دي لعاطف ولقى لأم دي لهم وسولها عن سبب دي لغياب دي لولدها من المدرسة وهي تقول لي مات راجلي وما خلالي نوالو تاكشي علاش نظر عاطف يمشي يخدم ماهر بقى فرحل على الصديق دي لهم ورغت ليهم اللي يفق مشى المدرسة وهو يقولها لأصدقاء دي لهم والأستاذ دي لهم وطلب منهم باش يساعدوا عاطف يرجع للمدرسة وفي النهار الآخر تلامت كاملين جابوا الكتوبة والأداوت والفلس وسلموها لمعلم دي لهم وهكا استدعى المدير لأم عاطف وعطاها كعل يجمع وقناع المدير لأم بدرورة يرجع عاطف للمدرسة وقال لها باللي التلاميذ تكفلوا بالمصارف دي لدراسة دي له سنقولها وفي الآخر وافقت الأم على الرجوع دي لولدها لمدرسة واشكرت كل اللي ساهم في المساعدة دي له وهكا ارجع عاطف فرحان مدرسة فرحان بالمدرسة والمعلمين جيرو الأصدقاء ترجمة نانسي قنقر